من ضمن المعوقات اللي تحصل في الطريق للمحكمة أو في الطريق للحكمة أو للحصول على الحق المعاونين للقضاء وعلى رأسهم الخبراء بنشوف إن مشكلة الخبير يقول لك القدير هات عند الخبير خلاص راحت المقبرة لأ نرجع للمحضرين يا ستاة المستشار دانيهم جزء لحدهم الحال ما عايز علوميني بس ديهم جزء الخبراء الخبراء القانون قال إن ممكن المحكمة تستعين بخبراء خبير حسابي خبير هندسي وتبر إيه نوع الخبير والدنيا عندهم بالتوه حضرتك شايف إزاي وإيه تصحيح التشريع اللي ممكن يكون في حاجة زي كده مع إن القانون قال إن المحكمة هي الخبير الأعلى أولا حضرتك من الممارسة العملية كده طبعا إحنا بنشوف إن عدد الخبراء أليل جدا لما حضرتك تروح لخبراء الكسب غير المشروع في العباسية هتلاقي عددهم عدد ضئيل جدا تكلمني عن الخبراء اللي هي في القضايا العادية المهندسين والمحاسبين يعني يبقى بنتكلم بشكل عادي ما إحنا بننتدف بقى من خبراء وزارة العدل عددهم قد إيه مقارنة بعدد القضايا ثم إن في عدد كبير جدا دلوقتي من القضايا بقت لازم إنها تروح للخبير وفي نوعية من القضايا ظهرت جديدة جدا يعني أنت عندك مثلا في بعض القضايا بتضطر إن أنت تجيب فيها واحد محاسبي وواحد في القطاع بقى مع القضايا نفسها وواحد يبحسلك الشق بتاع تحليل البيانات ولو قضايا مثلا فيها تزوير في محرر إلكتروني تجيب واحد بتاع information technology منين فإنت عندك مشكلة نمرة واحد في العدد عندك نمرة اتنين مشكلة في التخصص في تخصص الخبراء دلوقتي أصبح دلوقتي إنت بتصدر تشريعات إنت صدرت تشريع سنة 2018 اسمه قانون تقنية المعلومات طيب قانون تقنية المعلومات ده قانون كويس جدا وبيكافح الجريمة الإرهابية والأول مرة يبقى عندنا قانون بينظم الجرائم اللي بترتكب عن طريق الفيسبوك والسوشيال ميديا والكلام ده كله تبهتلي بقى شخصيات أو أفراد عندهم قدرة مهنية أو فنية إنه هو يوصفلي من الناحية الفنية السلوك اللي هو ارتكبه ده شكله إيه يعني إيه قرصنة مين اللي هيقول لي هيا القرصنة ده 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 مصطلح قانوني ولا مصطلح فني وتقول لي إمتى يبقى قرصنة وإمتى ما يبقاش قرصنة ده في جريمة اسمها التدخل في الموقع في جريمة اسمها القرصنة تبه في حاجات فنية جدا يعني حالك شايف من وجهة نظرك إن قلة عدد الخبراء في أي مجال هو اللي عاملنا مشكلة قلة العدد وقلة التخصص وقلة التخصص وده بيدفع العديد من المحاكم إنها بتلجأ للجامعات يعني تلاقي حضرتك إن المحامي أو القاضي من تلقاء نفسه طبعا يشكل لجنة من الخبراء كلية الهندسة أو كلية التجارة أو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى آخره لأنه مش لاقي برضو رغم إن فيه تخصص لكن مش لاقي القدر الكافي اللي يشعره بقدر أكبر من الطمأنينة في التقرير اللي هو بيبحث عليه وفي إحدى القضايا الهامة قدم فيها تقرير على أعلى مستوى من أسماء كبيرة وصلت إلى شخصيات من أسماء تكاد تكون من أصحاب القرار الاقتصادي في الدولة فإذن أنت محتاج إلى تكوين علم زي أنت ما عندك معهد للدراسات القضائية وعندك معهد للمحاماء أو معهد في كلية الحقوق عشان يأهل المحامي أو يأهل عضو النيابة إلى أنه يعني يبقى عنده إمكانيات تقدر تساعده في أداء عمله لابد كمان الخبير يبقى فيه زي ما بنشترض في مجلس الدولة أنه عشان يترقى لازم يحصل على درجة الماجستير من الدبلومتين من إحدى الجماعات المصرية أو خلافه المانع أن أنت تحط ضوابط ترتقي بالخبير إلى إمكانيات فنية وإمكانيات علمية تمكنه من أداء وجبه ثالث حاجة ودي آخر حاجة هتكلم عنها عن الخبير هو المقابل المادي اللي هو بياخده هو بياخد مقابل المادي قد إيه؟ مقارنة بعدد الأضايا اللي هو بيشوفها أنا دخلت قاعدة عادة ما بحضرش عند الخبر يعني كتير الحقيقة لكن حضرت في إحدى القضايا في مكتب الخبرة فجئت أن القاعة الأوضة اللي كنا عاديين فيها فيها أربع مكاتب لا أربع إيه؟ دع 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 كده أوضة والله أربع مكاتب وكمية الورق اللي فيها يا دكتور أيمن للسقف داير ما يدور حوالين المكاتب الورق وصل للسقف فبالتالي حيبحث إيه ولا إيه؟ ومقابل المادي اللي بياخده كم ترجمة نانسي قنقر